اهلا بحضراتكم من جديد عندي تفاصيل كتير واخبار مهمة هنتكلم فيها ونوضحها لحضراتكم لكن خلينا دايما في البداية نتكلم في فقرة الترند واللي بتبقى معنا في بعض الفترات لما يكون فيه خبر مهم بيخص جماهير النادي الاهلي اكتر حاجة بتهم النادي الاهلي وجمهور خلال المرحلة الحالية هي جاهزية لعبيه لإيه؟ لتحدي الوداد للتحدي الافريقي اللي هو اهم شيء بالنسبة لجماهير النادي الاهلي بطولة دورة ابطال الافريقية مفيش اهم منها عند الجمهور بطولة غايبة عن النادي بقالها فترة بإذن الله بإذن الله السنادي يقدر الاهلي ان هو يحققها رغم ان هي بطولة صعبة ولازم في كل مرة اأكد على حضراتكم بخصوص الجزئية دي لان بصراحة المنافسين في هذه البطولة وفي المرحلة دي تحديدا في دور نصف نهائي اقوي على غرار قوة النادي الاهلي زمالك وداد رجاء فبالتالي هتبقى بطولة صعبة وفي نفس الوقت طالما هي صعبة وانت بإذن الله تعالى تقدر تفوز بيها فبالتالي هتبقى بطولة غالية جدا فانا عايز اطمن حضراتكم على اتنين من اهم عناصر فريق النادي الاهلي على مدار المرحلة الاخيرة كلها وعايز اطمن حضراتكم على مدى جاهزيتهم لمبرتاي الوداد نبتدي بمحمد الشناوي محمد الشناوي النهاردة تحديدا بعد ما كان مبارح شارك في الجزء من التدريبات الخاصة به كحارس مرمى وكان شيء مبشر بدون ما يشتكب من اي ألام النهاردة بيشترك في مران كامل لمدة ساعتين تقريبا النهاردة الصبح ورحله مخصوص مشيل يانكن المدارب حراس مرمى النادي الاهلي ومرن الشناوي وبنسبة 100% أصبح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي جاهز لمبارات الوداد بعد ما كمان النهاردة مشتكهش من اي ألام في العضلة الضمة اللي عانى منها من شد خفيف خلال الفترة الليلة اللي فاتت فبالتالي نطمن حضراتكم محمد الشناوي خلاص جاهز وبنسبة 100% لمبارات الوداد في المغرب اللي حتكون يوم السبت القادم ده فيما تعلق بنجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وأفضل حراس أفريقيا خلال المرحلة الحالية محمد اللي شناوي تعالى بقى لعيب تاني مهمة قوي في صفوف فريق النادي الاهلي والتجارب كلها أثبتت كده وفي ظل تنوع المدربين بيلعب أيمن أشرف أساسي دايما مع النادي الاهلي وراجل بيجيد جوانب فنية عديدة مش عايز إحنا اللي نتكلم في جوانب فنية دي أمور بتخص الجهاز الفني ومدير الفني وبتخص كمان المحللين اللي قضر مننا كمان في الجزئية دي تحديدا لكن أيمن أشرف طلع بعض الأخبار خلال الساعات اللي فاتت إن الإصابة في عضلة السمانة تجددت بالنسبة للعيب الكلام ده غير حقيقي أيمن أشرف اللي حصل مبرح في التمرين إيه بالتحديد الراجل شارك في كل التدريبات البدنية في مران الأهلي بالأمس تمام؟ في معادة التأسيمة والجزء التكتيكي اللي كان مع نهاية المران السبب إيه؟ مش إنه بيعاني من إجهاد تاني أو إن الإصابة تجددت؟ لا السبب هو يعني حرص زيادة من الجهاز الفني على سلامة اللعب مش عايزين يجسفه يعني في مران تكتيكي زي ده وكده كده مش محتاجينه في مباراة النهاردة أمام بيرميدز لأن الأهم هو اللي جاي مبارتي الوداد فكجزء من تجهيزه بنسبة 100% بإذن الله لمباراة الوداد فبالتالي أيمن أشرف كمان سليم مفيش أي تجد من الإصابة مفيش أي شكل ولا حاجة وبإذن الله على مدار الأيام اللي جاية وبعد ما يوصل الفريق لمغرب حيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ده أهم خبرين معنا النهاردة وأكيد خبرين بيهموا جدا جمهوري نادي الأهلي وأخبار سعيدة في الحقيقة وإن شاء الله كل الفريق يكون موفق مع الشيناوي وأيمن أشرف في التأهل للمباراة النهائية ومن سما تحقيق هذا اللقب الغائب عند أولياب بطولات النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر